تنفيذا لأمر سمو ولي العهد بتخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية في كافة المحافظات في المملكة تواصل وزارة الاسكان عملية السحب الالكتروني على الوحدات السكنية بمشروع المدينة الشمالية باستقبالها دفعات جديدة من المواطنين المستفدين حتى تنتهي من اجراءات اكثر من 2800 مواطن حتى نهاية الشهر الجاري وقالت الوزارة انها حرصت قبيل البدء في عملية السحب على تقديم عرض مرئي يتضمن المعلومات عن المدينة الشمالية والاجابة عن استفسارات المواطنين المستفيدين بشكل مباشر مشيرة الى ان مشروع المدينة الشمالية يعد احد اضخم وابرز المشاريع الاسكانية الرئيسية المدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25000 وحدة وفقا للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة والمنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية بانشاء وتوزيع 40000 وحدة سكنية وضفت انها تسند في ثقتها على تنفيذ هذا الالتزام على الدعم الحكومي الذي تحظى به الوزارة حيث تولي الحكومة اهتماما كبيرا بالمشاريع الاسكانية تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية كأولوية في برنامج عملها لما تسهم به من استقرار للأسرة البحرينية فيما ثمن المواطنون المستفيدون امر سموه للعهد بادراج مشروع المدينة الشمالية في برنامج التوزيعات التي امر بها سموه الذي يسمى بدوره في تلبية طلبات الاسكانية متوجهين بالشكر الى القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة على ما تليه من اهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات الاسكانية لهم